من جديد يعود التوتر إلى الفشك بعد هدوء حذر دام لعدة أشهر حيث أعلن الجيش السوداني على لسان رسمي العميد روك النبيل عبدالله أن الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه وأكد الجيش أنه سيرد على هذا الموقف الغادر بكل قوة وحسم في الأثناء كشفت مصادر عسكرية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والإثيوبي في مناطق بمحلية القريشة وباسندا فيما قصفت المدفعية مواقع الجيش الإثيوبي شرقي بركة نورين في الفشقة الصغرى وقام الجيش بإغلاق معبر القلبات الحدودي مع إثيوبيا وبعد الإعلان الرسمي بساعات وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان إلى منطقة الفشقة الحدودية للوقوف على آخر التطورات هناك وعلى الصعيد الدبلوماسي استدعت الخارجية سفيرها في أديس أبابال التشاور كما استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم وسلمته رسالة احتجاج وقالت الخارجية في بيانها إن ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي يعد جريمة النكراء وأن الخرطوم تحتفظ بكامل الحق في الدفاع عن نفسها الخارجية الإثيوبية من جانبه أعربت عن أسافها للخسائر في الأرواح معربة عن أملها في أن تمنع الحكومة السودانية نفسها من أي تصعيد للحادث وتتخذ تدابير من شأنها التهدئة ومن تصعيد الموقف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو هاجة أكد أن حادثة الفشقة هدفها زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها وعلى الصعيد المحلي توالت ردود الأفعال حيث أعلن التيار الإسلامي العريض تضامنه مع القوات المسلحة داعيا المواطنين إلى الوقوف صفا واحدا لمساندة ومؤزرة القوات المسلحة المؤتمر الوطني أعلن عن وقوفه بجانب القوات المسلحة لصد ما وصفه بالعدوان الإثيوبي الغاشم وحذر حزب الأمة من انعكاسات خطيرة على الأمن في المنطقة وحمل الحزب إثيوبيا المسؤولية الكاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وأعلن منبر السلام العادل في بيان له دعمه للقوات المسلحة مطالبا الشعب السوداني بالوقوف خلف القوات المسلحة ومناصرتها لصد العدوان الإثيوبي ودعا عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى طرد السفير الإثيوبي من البلاد ردا على مقتل الجنود السودانيين تطورات سريعة على الحدود الشرقية ورد إثيوبي باهت فهل تريد إثيوبيا جرى سودان إلى حرب أم أنها تهدف من هذه الجريمة البشعة قياس نبض ردة الفعل السودانية علها تجد فيها ضعفا يمكنها من الدخول في الأراضي السودانية من جديد الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة موسيقى موسيقى